أولاً يا شيطوس لازم تحلق أداءناك لأن أداءناك مكبراك ثانياً نحن هنعمل حلقة للزعيم المرحوم الكابتن السابت البطل لأسريته كلها وانت على رأس المجموعة فأشوفك بس حلق أداءناك شوية مكبراك أوي وأنا مش متعود على واقع الشيطوس كده هتقول له إيه؟ واقع الحبيبي طبعاً واقع إيه كوبري ده؟ هو بيحب دايماً يعني إيه؟ أنا مبسوط أنه بيتباهي بيها يعني أنا مبسوط لك يا شيطوس ده كوبري ده الوحيد اللي عمله في حياته آآ لا لا ولا كان لعيب كبير طبعاً وانا حتى بقول لأولاده لما شوفهم في النادي يعني اسمع كلام بابا وابا كان لعيب كبير آآ وال برضو الصديق وصحبي وحبيبي وعلاقة بيجي طيبة وكويسة جداً بنتابل على طول ده حماكن مين آآ طبعاً الزعيم الله يرحمه آآ الكوبري ده يا كابتن بالي اللي وانت لسه آآ جاي النادي وما بتتمرنش وداخل على أكتر من شهر ونص زي مولت حضرتك في اللاعة مع مستر منول فاخدك على مشامه بقى زوري آآ وفاجأة بعد ما كنا هنعمل فترة اعداد مصغرة جينا في يوم لأ انزلوا معنا الملعب يعني خلاص دور بينتهي خلاص دور بيخلص وإحنا عارزك تاخد عالجاو هننزل الملعب نعمل إيه فده كان التساؤل يعني هننزل الملعب نعمل إيه الموضوع غريب شوية قال لأ أنت بتبرر الكوبري آآ لا أنا عايز أقول له بس هو عارف بعد كده إيه اللي حصل يعني إحنا عدنا كم سنة بعد كده يعني هو فعلا هو أنا مبسوط أنه أحكى يعني قال كل الكلام يعني يعني كان يمكنه لأكثر من كده فاجي بعد التمرين طوله خلاص يعني يعني أنا دلوقتي آآ فترة كده بس هتعافى وهتمرن كويس ولو شفتك تاني في التمرين انت عارف انت عارف يحصل لك ايه آآ وبس وما شفتوش تاني في التمرين كان يعني شيء الهم إن هو لو جي ضدي يعني يحمد ربنا وإن أنا لو موجود معاه خلاص يعني طيب إحنا ما قلنا عماد والقرار اللي إنت أخدته بعد الاعتزال أحيانا زي ما أنا قلت فيها قبل كده كل واحد يفكر هيشتغل إيه الناد اللي يعني اختار لك طريقك اللي هو الإدارة واشتغلت فترة مع الفريق الأول آآ وبعد كده إنت ما عجبكش الإدارة دخلت التدريب طيب لما أقول لك مشوارك مع الإدارة مع النادي الأهلي أنت ليه ما اختارش التدريب من الأول آآ هو أول التخطيط من الأول أو ممكن يكون يعني دي مثل مرحلة آآ لأ وإدارة النادي كابتن حسن أو كابتن خطيب شايفين إن أنت شخصيتك ممكن تحصل ومهتجينك في المكان ده آآ في الوقت ده كان الكابتن حسام البدري آآ هو المدرب العام والقام بأعمال مدير الكور فكان الكلام اللي قاله لكابتن حسام إن أنت يعني هتساعدني وعلى حسب ما تتعلم إن أنت خلاص بأنت اللي موجود في المكان ده وخلاص كابتن حسام كان عايز يتفرغ للجزء التدريب زي المدير كورا آآ آآ لما رجعت برطغال اعتذر آآ النادي الأهلي عشان الوقت وصيخة كبيرة طبعا في الكابتن حسام البدري تولى المسؤولية كمدير فني فكان صعب إن كابتن حسام بي هو مدير فني تتفرغ بقى لله آآ خلاص بي هو المدير الفني اللي بنادي وإنت تفرغت الحتة فإنت عشان تيجي إنت هنا مدير كورا كان الموضوع برضو هيبه صعب شو إنت لسه مبطل إنت مفروض تهتكتسب خبرات فجي في المكان ده كابتن هاري خشم كان منصق هادي أيوه جي حضرك من هنا من المنصق لمدير الكورا فأصبحنا إحنا اللي اتنين هاري عنده خبرات إدارية وأنا لسه شكي أخي ندلي علي حتى بيفكر لولاده وبيعدهم وده والنهاردة بيتكرر برضو نفس الكلام برضو يعني هي أول سنة برضو أنا هلوم على الحالة النفسية اللي أنا كنت عليها حتة اللعب وكان دايما تش جاهز بتاع ده زهنيا زهنيا إنك من لعيب كرة لإداري مرة وكل لما تروح النادي وتشوف الملعب وتشوف التمرين تتجنن أروح داخل الجيم متمرن وأنا أصلا ما كنتش بحب إن أنا أشوف الجيم أصلا كنت بتفكر ترجع تاني ما هو ده اللي كان تعبني راجعلك ده اللي كان راجع في زهنة تقدر مش هتقدر تقدر مش هتقدر حسيت طولت لأ تبنع أعمل إيه جيت مع نهاية الموسم كان موجود كابتن هريخ يا شبا وكنا عاديين برع الدكة وجهاز الطب تقريبا متفاق متذاكر إن كان الدكتور أهب علي وكانت التمرينة في أهل مدينة ناصر وحضراك عارف بقى إن الأساس أنا بحس إنه أهل الجزيرة بس أنا بحكم إن أنا خلاص من سكان مدينة ناصر فبادا جنب بيتي أنا عدت سنة واحدة بس قريب من نادي الأهل في الجزيرة والأربع سنين التانيين أنا نالت سكني في مدينة ناصر فلما رحنا تمرينة في أهل مدينة ناصر حسيت إن المشوار ما فيش قريب وقلت له بتاع كابتن هذي أنا ممكن يعني سفي تقبرات أكتر واجي أجيب بقى الموضوع إيه تدريجية من الأول بقى يعني أتعلم وتاع أنزل إيه خطاع الناشئين منها قريب من البيت وفي نفس الوقت أعاوز التدريب أتعلم فيه أكتر في الجزء الإداري فانزلت اشتغلت مساعد للكابتن يعني ضحيط إنك تسبت الفريق الأول آه عشان حسن اللي فيه له هو فيه الشعر وفيه كل حاجة أنا ناس ناس كتير يعني لميتك آه طبعا فأنت فضلت تمسك قطاع الناشئين أنزل في قطاع الناشئين عشان أحس إن أنا منها أنا تعليم ومنها إن أنا نفسيا بس كان التدريب في ذهنك بعيد عن الأجواء آه في الأربع سنين دول بقى اللي أنا عدتهم تحت في قطاع الناشئين آه حليت بقى للتدريب آه حسيت إن أنا لما بنزل الملعب وشوف المدربين وهي شغالة إن هي قريبة قريبة كتير من اللعيب يعني حتى أنا أخد كلمة من الكابتن عامر أعماد رحة النجيلة هي دي طبعا غير المكتب فالموضوع مختلف فالطولة الله يا فعل يا كابتن فعلا يعني أنا أنا هيتعمل أعمل عشان أبقى مدرب هل أهلت نفسك بدورات خباها أهلتول يا كابتن أعمالي بص يعني أول حاجة كانت عملت الرخص التدريبية فدخلت بتاع أفريقيا بتاع أفريقيا بحكم اللعبة كالعيب دولي والبطولات وكده السيفي بتاعك كده خالك تاخد الرخصة من غير ما تكون واختي الأساسية دخلت على الرخصة C خدت الرخصة C اتعمل الرخصة C إداري وكان هنا في 6 أكتوبر جيت خدت الرخصة C إداري قلت أنا لازم طول ما أنا يعني النادي الأهلي بيصق فيها في المكان ده فأنا لازم برضو أعدي نفسي والحياة الإدارية أنا برضو لازم أشتغل عليها وأطور من نفسي ولكن الجزء الفني ده أنا كنت بعمله باستئذان من في الوقت اللي أنا دخلت فيه الدورات كان الكابتن عامر مش الكابتن زيزي كابتن عبد زعب شافي كان موجود أول سنة موسم 2010-2011 وجوه الموسم ده أنا أطلع أعطي 6 شهور أو 5 شهور مع كابتن حسام البدري مدير كورة في نادي المريخ السوداني استأذنت النادي واعتذرت للنادي والكابتن خطيب والنادي سمح لي أن أنا أطلع أستفيد خبرات وأروح مع كابتن حسام المريخ السوداني أعطي 6 شهور من شهر واحد وده تويد كان ثورة يناير 25 يناير بالتحديد بالزبط لغاية شهر 5 في تويد ده أنا كنت موجود مع كابتن حسام البدري كان في وقت الثورة كنا إحنا معسكرين هنا بفريل المريخ وبعدين رجعنا على السودان وبعدين روحنا عسكرنا في ليبيا وبعدين رجعنا تاني على السودان عملنا دور الأولاني أنا خلصت الدور الأولاني واعتذرت والدور الأولاني كنت الفرة في المركز الأول هنا برضو استفدت خبرات إدارية كبيرة جدا لما رجعت الكابتن عبد زعب شافي اعتذر ومشي من قطاع الناشئين والنادي جاب الكابتن محمد عامر هو رئيس قطاع الناشئين وهنا تغير المسمى الوظيفة بتاعه من مدير إداري لقطاع الناشئين لنائب رئيس قطاع الناشئين فكده نائب رئيس قطاع الناشئين يعني قريب من التدريب وبتنزل ملعب وبتشوف لقيمة والكلام داخل هنا بدأت الرخصة سي أنزل أشوف التمارين أنت حسيت أنك بتآهل نفسك بقى أكلم مع كابتن عامر طول أنا خدت الرخصة حسيت أن أنا مع الخبرات اللي موجودة ممكن أن أنا إيه أنا عايز أشوف برضو كابت الدراسة مهما كان دراسة طبعاً تعاوز حاجة عملي العملي فالطول يعني لو أي فرق يعني تجربة يعني فاللي خلاص يعني خليها في الحسابات أو في الحسبان وكده وإن شاء الله ربنا كريم إن شاء الله اتعاملت بعد سنة الرخصة البي أعلى من السي دخلت خدت الرخصة مع كم الرخصة الوقت؟ كده تلاتة تلات سي والبي والإيه الأساسية دي أنا بحسباش الرخصة الأساسية دي للمبتدئ يعني مؤهل لأي حاجة في إفريقيا هي اللي كان غايبة عني الإيه ودي تأخير كان حصل مشكلة مع رب اللي فيهم دربين درجة أولى في مصر الوقتي في الدور المتاز بش رغدينها ليش سبادري إحنا اللي واخدين مجموعة قديمة خدتها في 2016 وبعدين سبع سنين ما كانش في حد بياخد رخص إحنا المجموعة الأولى 25 مدرب ما بين كرة شاطئية وما بين كرة نسائية وما بين مدربين أخدت كل الرخص أه الحمد لله فاضل اللي أعلم من إيه اللي هي البرو ودي لسه لما تنشاء الله يتتعمل تفتح يعني يكون الواحد موجود إنت حسيت وإنت بتدرب في النادي الأهلي وداري الفريق الأول والكلام ده كله حسيت أني في فرق بين التدريب في النادي الأهلي وبين أي نادي آخر أهد كابتع الفرات دي دي على طول موجودة موجودة أه طبعا حتى على مستوى اللعبة دايما في حياتها دكتور اللي هي في البنية التحتية هي مش متوفرة في أندية تانية نعم حسب الإمكانية آه كل نادي على حسب إمكانياتها لكن وكل نادي على حسب الطموح اللي هو فيه آه أنت كنت سعدت بأسوان من مظبوط تجربة أسوان دي كانت بالنسبة لها التجربة الأولى أول مرة أشتغل طبعا لوحدي وأشتغل مدير فني الجهاز الفني كنا كلنا من الجيل بتاعي وأنا في أسوان أنا وحزم عبد الله ومحمد حشمة زيزو وأحمد كمال مدرب حروس المرمى جهاز الفني إحنا اللي أربعة كنا زمائل ملعب عشان تيجي على زمائلك اللي هما شغالين أبل منك مدربين الجهاز الفني